وللحديث مشاهدين عن تزويد إيران لحزب الله بصواريخ مسيرة ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد وهبة قطيشة الخبير العسكري والاستراتيجي عميد وهبة مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن إثبات آخر وجديد على تزويد إيران لحزب الله بالسلاح والعتاد عسكريا ما تأثير هذا النوع من الصواريخ على الأرض؟ طبعا هذا النوع من الصواريخ إذا صح أن إيران تنتج مثل هذه الصواريخ الزكية والفاعدة المداخل تؤثر على توازن القوة بين إسرائيل وإيران وحزب الله لا تؤثر بمعنى الحسمي إنما تؤثر سلبا على الواقع الإسرائيلي لذلك بما أن إيران وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة ثانية هم في حرب مفتوحة منذ مدة طويلة لذلك نرى هذه العمليات قد تحصل من وقت لآخر من قبل إسرائيل بقصف مراكز حزب الله داخل سوريا أو المخازن الإيرانية داخل سوريا لأن هذه الحرب المفتوحة بين الدولتين بين طائران وإسرائيل مع الأسف تدور فوق الأرض السورية وفوق الأرض اللبنانية خلافا لأراضة الشعبين عميد وهبة ما الفرق بين الصواريخ القديمة والمصنع الآن من أجيل الجديد بالإضافة إلى تركيبها على طائرات من دون طيار والتحليق لمسافات بعيدة أنا أشك في أن الدولة الإيرانية قد أنتجت هذا النوع من الصواريخ الذكية لهذه الدرجة لكن العدو الإسرائيلي يأخذ احتياطاته وعندما يعرف أن هناك مخازن أو إمكانية لأسلحة متطورة أو مصانع لأسلحة وصواريخ متطورة فوق الأرض السورية أو فوق الأرض اللبنانية وضيء إشراف إيراني يتدخل لتدميرها وضربها لأن هذه الحرب المفتوحة هي مفتوحة بين الجانبين إنما أي عدو لا ينتظر أن يتفوق عدوه بأسلحة ذكية جدا لي يتدخل ويمنع فعالية هذه الأسلحة أهمية التقنية عميد وهبة التي تعتمد على الليزر دون الرجوع إلى الأقمار الصناعية في إطلاق مثل هذه الصواريخ المسيرة قد تبقى محدودة بدون أقمار الصناعية حتى الصواريخ البعيدة مدى أو إذا كانت ذكية إذا لم يكن هناك أقمار الصناعية تمسك بها وتوجهها إلى أهدافها تبقى هذه الصواريخ محدودة للفعالية إنما تعلمين أنها في هذه الحالة حالة إسرائيل هي حذرة على كل شيء قد يهدد ليس وجودها يهدد أي بواقع إسرائيلي أو قرية إسرائيلية لذلك هي تتدخل حتى ولو لم تكن هذه الصواريخ في المرحلة الأولى قد تهدد بعض القرى الإسرائيلية نعم إذن شكرا جزيلا لك حدثنا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد وهبة قطيشة الخبير العسكري والإستراتيجية شكرا